موسيقى السلام عليكم ورحمة الله عبد الحق لما كنت أدرس بأمريكا في آخر الثمانينات كان منتشر في السوق بعض السيارات الصغيرة واللي عليها محرك ثلاثة سلندر سمعت هذه السيارات كان في ذاك الوقت سيئة والمحركات أبدا ما نجحت لكن الأمر الآن أصبح جدا مختلف الأسبوع الماضي كنت بالرياض لرحلة يوم وكنت جدا مستعجل فاستأجرت سيارة بمسو بيشي أتراضي واللي هي ثلاثة سلندر بصراحة في بالي أني يالله حوصل لكن المحرك أبدا ما كان بطال فقلت خليني أسوي حلقة عن هذا الأمر وأشرح لكم فكرتها محركات الثلاثة سلندر منها ديزل وبنزين أول محرك تم استخدامه كان في 1953 لكنه كان محرك من شوطين أما أول محرك ثلاثة سلندر بأربع أشواط فكان في 1984 من شركة سوبارو فالمحاولات لإنجاح هذا المحرك كبيرة لكن من حوالي عشر سنوات بدأت الشركات تزيد من الإنتاج ومن الاستثمار في هذه التكنولوجيا بشكل كبير بسبب غلاء الوقود وزيادة التلوث ويمكن من أشهر هذه السيارات أتراج وميراج من ميتسو بيشي سمارت من مرسيدس فيستا فورد بسعة واحد لتر وتيربو تعطي حوالي 105 حصان وبي ام دابليو اي ايت واللي محركها بيعطي حوالي 228 حصان فأساس التفكير بهذه المحركات هو توفير الوقود لسيارات اقتصادية مو لسيارات ذات رفاهية سيارات الاستخدام داخل مدينة يمكن أكثر منها بالخط بالخط ما هي بطالة بصراحة لكنها ما هي مصممة للسرعة على الخطوط هذه المحركات منتشرة بكثرة في شرق آسيا زي ما قلت عشانها اقتصادية وتوفر وقود إضافة إلى البساطة في الإصلاح وهي أمور مهمة عندهم لكن مع ذلك فيه كثير ركبوا عليها سوبر شارجر وتيربو بدأوا يقوّف في هذه المحركات ويسابوا فيها ووصلوا المحرك من 87 حصان لحوالي 250 حصان وفي بعض السيارات الثلاثة سلندر وصلت لأكثر من 500 حصان كمان محرك الميتسو بيش أتراج 1.2 لتر ترنفس طبيعي ينتج حوالي 78 حصان وهو مو بطال مقارنة مع وزن السيارة فهذه السيارة داخل مدينة روعة واقتصادية جدا تمشيك حوالي 23 كم في كل لتر وحسب أكثر من الموقع تقدر تمشي بتانكي واحد حوالي 950 كم يعني مسافة من دبي للرياض تقريبا بتانكي واحد أو 40 إلى 42 لتر بنزين يعني صرف البنزين بهذه السيارات أفضل من السيارات الهايبرد واللي سعرها يطلع ضعفين أو ثلاثة أضعاف عن هذه السيارة محرك الثلاثة سلندر كعمل ما يختلف عن أي محرك تاني أربعة ستة أو تمانية سلندر محرك من أربعة أشواط شفط ضغط إشعال وتفريق الفرق أنه ثلاثة سلندر ما هو أربعة فغرفة الاحتراق صغيرة جدا بالتالي ما تحتاج وقود زيادة ومن هنا تجي الاقتصادية أكبر مشكلة في هذه المحركات هي الاحتزاز الاحتزاز يجي من طريقة دوران المحرك ففي محركات الأربعة سلندر أو الستة سلندر مثلا كل سلندرين يشتغلوا مع بعض بالتالي في تناسق في طريقة الدوران وتوزيع القوة السبريشن بين البساتم هو 180 درجة والإشعال يصير كل 180 درجة يعني كل 180 درجة في عندي إشعال كل 180 درجة في عندي إشعال لواحد من السلندرات ولتوضيح الأمر لو قسمنا المحرك لجزئين متساويين سنلاقي الجزء اليمين متساوي دائما مع اليسار من ناحية الحركة والقوة فلو سلندر رقم واحد كان فوق على الطرف الآخر سلندر رقم أربعة بيكون فوق كما أما في الثلاثة سلندر الأمر مفرد لما يطلع بيستم رقم واحد لفوق ويتم الإشعال يكون رقم اثنين ورقم ثلاثة في أماكن مختلفة وغير متناسقة مع رقم واحد هذا ما يخلي فيه تناسق بالحركة السبريشن بين البساتم هو 120 درجة بينما الإشعال كل 240 درجة يعني لو قسمنا المحرك بالنصح سنلاقي أن القوة على الطرف اليمين ما تساوي القوة على الطرف اليسار أو العكس وهذا يؤدي لخلل في التوازن ويخلي المحرك يرقص إن صح التعبير هذا الرقص أو هذا الاهتزاز أمر غير جيد أبدا فالاهتزاز والرجة هي قوة ميكانيكية ضائعة ما يستفاد منها الاهتزاز الشديد والرجة تخلي القطع الداخلية للمحرك تتهريق وتتآكل بسرعة تخرب القطع الخارجية زي كراسي المحرك أو القطع الإلكترونية وطبعا يضائق السايك والركاب ويقلل من الراحة الطريقة الوحيدة لموازنة المحرك عشان يصير ناعم وهادئ وما يصير في كل هذه المشاكل هو تركيب عمود التوازن داخلي بمعنى عمود عليه أوزان مرتبط بعمود الكرنك لما المحرك يهتز يمين بسبب أنه البستم رقم واحد فوق مثلا العمود يروح للجهة المعاكسة ويلغي أو يعادل قوة الطرف اليمين ويخلي الدوران متوازن نفس فكرة ترصيص الإطارات الإطارات لما يكون عندك رجع بالتركيسيون معنى ذلك أن الإطار في خلل في التوازن في مكان ما في الإطار في عدم توازن لذلك جهاز الترصيص يبحث عن المنطقة اللي فيها الوزن المخل ويروح للجهة المعاكسة ويقول لك حط وزن زيادة في هذا المكان عشان يلغيها مشكلة عمود التوازن من منظور هندسي أنه وزن إضافي قطع متحركة واحتكاك زيادة يعني استهلاك وقوة نهيك عن أنه التكلفة للإنتاج بتكون أكبر لكن شكرا للهندسة الرائعة لهذه المحركات المهندسين لقوا حل وعوضوها بإضافة أوزان للحداف الخارج وبكرة الكرنك الأمامية وصمموا كراسي للمحرك بطرق مبتكرة هذا كله قلل من الاتزاز تقريبا ولغا تماما المحركات هذه في منها حق عادي وفي منها حق مباشر جي دي آي وفي منها سيارات تيربو أيضا للي يسألني عن تجربتي لهذه السيارة المتسوبيش أتراج فالسيارة صراحة اقتصادية رخيصة جدا تبدأ من حوالي 36 ألف ريال وتوصل تقريبا 40-44 ألف لأعلى النوع بمعنى ممكن تكون روعة للمندوبين للطلاب أو إذا شخص محتاج سيارة اقتصادية لكن لو كنت بتدور على الفخامة فأشوف لك سيارة تانية فالسيارة جيدة لكنها عادية جدا من الداخل المحرك 78 حصان لكن زي ما قلت لأن السيارة ووزنها خفيف فالمحرك معقول وبصراحة لما دخلت على الانترنت ودورت وجدت أنه في شرق آسيا المحرك هذا مرغوب وما عليه مشاكل كثير بمعنى آخر أنه يعمر البعض انتقد السيارة هذي بالخط أنا أشوفها بصراحة ما هي بطالة ما هي راسة تماما زي سيارة سيدان مثلا كبيرة لكنها ما هي سيئة تماما أكيد الهواء بلعب فيها شوية لخفة الوزن والصغر لكن الاستجابة ما هي بطالة أبدا كنت متوقعها أسوأ من كده بصراحة أتمنى الأمر يكون مفيد لكم دائما لا تنسى تسوي شي طيب في حفظ الله وأمانه